بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتكلم اليوم عن طريقة تصوير شاشة الكمبيوتر طبعا يوجد الكثير من البرامج التي تسمح لك بتصوير شاشة الكمبيوتر فيديو ولكن بوضوح قد تختلف هذه البرامج من حيث جودة وضوح التصوير لكن يوجد على جهازك طبعا غالبا سيكون هذا البرنامج متوفر على جهازك وهذا البرنامج أنت لا تعرف أنه يحتوي على مسجل أو خاصية تصوير الشاشة بالفيديو طبعا صوت وصورة هذا البرنامج وهو برنامج الباور بوينت سنقوم الآن بتشغيل برنامج الباور بوينت طبعا أنا سأعمل على إصدار أو على نسخة 2016 عند تشغيل برنامج الباور بوينت سنقوم بإنشاء بريزنتيشن بلانك أو بلانك بريزنتيشن أو عرض جديد أو عرض فارغ نقوم بالضغط على بلانك بريزنتيشن ومن الخيارات الخاصة بالبرنامج في الأعلى نجد إنسيرت ومن ضمن الخيارات التي ستظهر يوجد لدينا هنا سكرين ريكورد طبعا هذا الخيار قد لا يعرفه الكثيرين هذا الخيار يتيح لك تصوير شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بك وبجودة عالية عند الضغط على هذا الزر فإنه سيعمل برنامج تشجيل الشاشة هنا في الأعلى يوجد مجموعة من الخيارات بإمكانك مثلا هنا رؤية الماوس أو السماح بتصوير المؤشر الخاص بالماوس وهنا السماح بالتقاط الصوت أو تسجيل الصوت أو عدم التسجيل من خلال فقط تحديد هذا الخيار وهذا الخيار يتيح لك تحديد المساحة التي تريد تسجيلها مثلا عند اختيار هذا الاختيار قم مثلا بتحديد هذه المنطقة أي أنك ستقوم بتصوير فقط هذه المنطقة وبإمكانك الآن البدء بالتسجيل من خلال فقط الضغط على ريكورد أو اختيار هذا الاختيار كذلك بإمكانك استخدام الاختصارات أو اختصارات لوحة المفاتيح من أجل البدء بالتسجيل أو من أجل إيقاف التسجيل أو من أجل إنهاء التسجيل لو اختربنا بمؤشر الماوس هنا لاحظوا هنا سيظهر لي تلميح يقول بأنه بإمكانك الضغط على ويندوز لوغو وبالإضافة إلى شفت وحرف R حتى يبدأ بعملية التسجيل وأيضا بإمكانك إيقاف عملية التسجيل من خلال أيضا الضغط على ويندوز لوغو أو إشارة مايكروسوفت في الكيبورد بالإضافة إلى شفت وحرف Q وباقي الخيارات أو باقي هذه بنفس الطريقة سنبدأ الآن بالتقاط الشاشة أو تصوير الشاشة من خلال الضغط على زر record هنا مجرد الضغط على هذا الزر فإنه تظهر لنا الcountdown أو عداد تنازلي ليبدأ بعملية التسجيل الآن إذا أردت مثلا إيقاف التسجيل أو إنهاء التسجيل ما عليك سوى فقط إما من خلال اختصارات لوحة المفاتيح أو الذهاب إلى الأعلى هنا عندما تذهب إلى الأعلى فإن هذه النافذة أو هذه الخيارات ستظهر لك بإمكانك مثلا تثبيتها من خلال الضغط على هذا الزر فإنه مباشرة سيتم تثبيت هذه القائمة حتى تتمكن من اختيار أي اختيار من هذه الاختيارات مثلا تريد إيقاف مؤقت للتسجيل اضغط هنا أو اختر علامة مايكروسوفت في الكيبورد بالإضافة إلى Shift و R وبإمكانك أيضا إنهاء عملية التسجيل من خلال أيضا علامة مايكروسوفت بالإضافة إلى Shift و حرف Q الآن لنفترض أننا سنقوم بإنهاء عملية التسجيل لكن هنا سأقوم ببعض الخطوات هنا حتى تظهر في التسجيل ثم سأضغط على إنهاء أو Stop أو من خلال لوحة المفاتيح علامة مايكروسوفت بالإضافة إلى Shift و Q علامة مايكروسوفت و Shift و Q هنا تم إنهاء عملية التسجيل وتم تشغيل برنامج باوربوينت وتم عرض الفيديو الذي تم تسجيله بإمكانك هنا لاحظوا بإمكانك تشغيل الفيديو و هناك الضغط على زر التشغيل أو لاحظوا تم البدء بعملية تشغيل الفيديو بإمكانك التعديل على هذا الفيديو طبعا من خلال الخيارات هنا في الأعلى Video Format هنا لاحظوا هنا Video Format بإمكانك مثلا اختيار Style أو نمط خاص بهذا الفيديو تريد مثلا أن يظهر بهذا الشكل على سبيل المثال وبإمكانك مثلا تغيير ال Color بإمكانك جعله بالألوان التي تريدها لاحظوا بإمكانك اختيار أي لون تريد وأيضا بإمكانك مثلا الإضاءة تغيير شدة الإضاءة الخاصة بالفيديو وأيضا بإمكانك هنا لاحظوا بإمكانك إضافة أشكال مختلفة مثلا تريد الفيديو أن يظهر بهذا الشكل Ctrl Z للتراجع وبإمكانك الاستفادة أيضا من مجموعة الخيارات الأخرى مثلا هنا البوردر أو الإطار تم تغيير لون البوردر والاستفادة من جميع هذه الخيارات وأيضا توجد مجموعة أخرى من الخيارات في هذه المنطقة مثلا على سبيل المثال بإمكانك اختيار Playback مثلا تريد تحديد منطقة يتم وضع نقطة عندها مثلا في منتصف الفيديو في التوقيت المحدد نقوم بإضافة Bookmark مثلا نريد في هذه المنطقة أن نضع Bookmark بهذا الشكل لاحظوا تم تحديد هذه المنطقة مثلا توصلت إلى هذه المنطقة تريد الرجوع إلى هذه المنطقة فيما بعد بإمكانك أيضا إزالة هذه Bookmark من خلال الضغط على Remove Bookmark وأيضا بإمكانك اختصاص مدة زمنية من هذا الفيديو Trim Video هنا لاحظوا هذه الشاشة بإمكانك مثلا اختصاص منطقة مثلا لا أريد النهاية هذه تقوم بتحديدها بهذا الشكل ثم قم بالضغط على موافق حتى يتم اختصاص الفيديو مثلا سأقوم بالاختصاص إلى هذه الفترة ثم موافق لاحظوا تم تغيير مدة الفيديو وأصبح صغير جدا أو أنه تم إزالة الفترة التي تم اختصاص فمثلا بإمكانك الاختصاص من البداية أو من النهاية طبعا هنا قمنا بالاختصاص من النهاية بإمكانك مثلا نريد فقط هذه الفترة أو هذه المدة حتى نقوم بتقصير مدة الفيديو ثم موافق هنا الفيديو أصبحت في مدة الفيديو فقط 9 ثواني وبإمكانك أيضا الاستفادة من باقي الخيارات مثلا خفض الصوت أو رفعه بالإضافة إلى هذه الخيارات الأخرى الآن بإمكانك أقدم حفظ هذا الفيديو إما بصيغة mp4 أو بصيغة mvp أو windows media video من خلال طبعا نذهب إلى file نذهب إلى file ومن خيارات file نذهب إلى export ومن export لاحظوا هنا يوجد لدي خيار create video أو إنشاء فيديو كذلك بإمكانك اختيار مثلا create animation gif مثلا تريد أن تستخرج هذا الفيديو ليكون عبارة عن صورة متحركة بإمكانك اختيار هذا الاختيار أنا سأخطر هنا مثلا create video من هذا الخيار سيظهر لي مجموعة من الإختيارات طبعا هنا بإمكانك اختيار دقة ووضوح الفيديو الخاص بك من خلال هذه القائمة هنا لاحظوا Ultra HD 4K بإمكانك اختيار أعلى دقة وهي 4K حتى تستطيع تصدير الفيديو الخاص بك ليعمل بجودة عالية وبإمكانك مثلا اختيار جودة أقل مثلا 1080 Full HD أو مثلا HD 720 وبإمكانك اختيار 480 مثلا سنقوم بتجربة 4K طبعا عند اختيار 4K فإن الفترة الزمنية التي يحتاجها البرنامج حتى يتم الانتهاء من معالجة الفيديو الخاص بك ستكون أكبر طبعا هذا الأمر يعود إلى سرعة الجهاز الخاص بك وأيضا إلى مدة الفيديو أو المدة الزمنية الخاصة بالفيديو وأيضا إلى جودة وضوح الفيديو الذي تريد استخراجه مثلا هنا اخترنا 4K أي أنه سيحتاج إلى وقت أكبر مما لو اخترنا 1080 سنختار 4K ثم Create Video عند الضغط على Create Video فإنه سيقول لك أين تريد حفظ هذا الملف أو هذا الفيديو طبعا سيقوم بتسميته Presentation 1 و Save as Type بإمكانك اختيار النوعيات التي تريدها مثلا MP4 أو Windows Media Video سنختار MP4 ثم سنقوم بتسميته أو سنجعله أو سنتركه كما هو ونحدد أننا سنقوم بتخزينه على سطح المكتب الآن نضغط على Save هنا يبدأ بعملية الرندر أو عملية معالجة الفيديو حتى تستطيع مشاهدته طبعا هنا سيحتاج إلى وقت كبير لأننا اخترنا جودة 4K لكن لا بأس بما أننا نريد جودة عالية فسوف ننتظر وبعد اكتمال تحميل هذا الفيديو أو عملية معالجة الفيديو لاحظوا هنا ظهر لي هذا الفيديو وهو جاهز من أجل التشغيل طبعا أنا اخترت هنا مدة الفيديو هي فقط 9 ثواني وبالنسبة للحجم الخاص به فهو 2 ميجا تقريبا عند تشغيل هذا الفيديو سيظهر طبعا بجودة عالية بإمكانك الاستفادة من هذا البرنامج في حال لو أردت التقاط صورة الشاشة الخاصة بك بجودة عالية وتصديرها أيضا بجودة 4K أو بجودة عالية إلى هنا أرجو أن يكون الشرح واضحا وسهلا وأن يكون قد نال إعجابكم شكرا وإلى اللقاء